دلوقتي عايزين نشوف الريليشنز بتاعة البتيوتري جلاند انا كده ربص من فوق خالص على الكينيا الكافتي والحفرة اللي انا بشارع عليها ديت هي دي الهايبوفيزية الفوسة او السلة تورسيكا عشان نفهم الريليشنز يبقى لازم اخد ميدا لاين ساجتال سيكشن في السكال زي ما نعمل كده بالظبط المنظر عندنا هيبقى شكله ايه نشوف مع بعض المنظر هيبقى كده هو بالظبط نبصوا له بقى سايد فيو اهوت منطقة السلة تورسيكا هحط فيها البيتيوتري جلاند اهيت طبعا ده سلصال دوت اللي انا بستخدمه تعال بقى نشوف الريليشنز اللي عندي هبدأ بالانتيرول والبوستيرول الانتيرول بيعمله حاجة اسمها توبيركلام سلة ده بيفصرها لي عن النيزة الكافتي طب البوستيرول بيعمله حاجة اسمها دورسم سلة وده بيفصرها لي عن جزء من البرينستيم موجود هنا اسمه البونز وماشى على الانتيرول سيفس بتاعه ارتري اسمه بازيلر ارتري وانا كده خلصت الانتيرول والبوستيرول يبقى عندي الروف والفلور الروف قلنا مغطيها من فوق اهوت كده هو الديفراجما سلة طيب الفلور الفلور قاعد تحتها هنا هوت فجوة هوائية كبيرة موجودة في العظمة دي اسمها سفينويد بون الفجوة الهوائية ديت او الار كافتي ده اسمه سفينويدال اير ساينس طيب يبقى عندي اللاترالول هنرجع نبص تاني من فوق من فوق ادي منطقة السلة تورسيكا وقاعد فيها بيتوتري جلاند بل هي عندي واحد من الفينوس ديورال ساينسز موجود ان ايتش سايد اسمه كافيرناس ساينس وكافيرناس ساينس دوت هو نعتبره واحد من الفينوس تشانيلز اللي هي موجودة جوة الكانيال كافتي وحنتجزوا بالتفصيل اما ناخد الكانيال كافتي اشتركوا في القناة